اعتقد ان انا كنت واحد من الاشخاص المحظوظين جدا والذين ابتسمت لهم كورت القدم بمشاهدة مباراة عظيمة هي مباراة ريال مدريد ونابولي ريال مدريد قدم اداء خرافي وفي المقابل نابولي لم يخيب الظن ابدا وقدم واحدة من اروع اداءاته هذا الموسم على الملعب سانتياجو برنابيو العريق فريق ريال مدريد دخل هذه المباراة في ظل عدد من الغيابات الكبيرة لكن ريال مدريد برغم هذا الكم من الغيابات الا انه فعلا في تواجد عدد مهم من اللاعبين استطاعوا ان هم يحسموا هذه المباراة بقدر واستحقاق ريال مدريد لديه شخصية مختلفة في دورة ابطال اوروبا واحنا عارفين طبعا الكلام ده ما الدليل على ذلك الدليل الهدف اللي سجلوا نابولي كان الرد سريع وصاعق من جانب فريق ريال مدريد عن طريق ابراهيم دياز الذي استطاع ان يمر بطريقة رائعة لاعب مهاري على اعلى مستوى ابراهيم دياز يمر من المدافع ويخترق داخل وسط الملعب ويمر بسهولة ويمرر تنريغة رائعة لللاعب رودريجو اللي بيحط هدف من ارواع الاهداف اللي شاهدناها في دورة ابطال اوروبا هذا الموسم هدف استثنائي الحقيقة من جانب رودريجو هدف فيه امكانيات عالية جدا ينم عن حالة فنية صعب اي دفاع حاليا يوقف رودريجو حاليا الفورما اللي فيها رودريجو دي فورما خيالية فورما خرافية فورما استثنائية يعني اللعب ده فترة حالية لو لم يتعرض لإصابة سيفعل الأفعيل بدفاعات الخصوم بالنسبة لجود بيلنجهام ارى انه طبعا هو مايسترو فريق ريال مدريد الاسباني لاعب لديه ستايل فظيع يعني تحب ان تراه وهو يتحرك داخل عبلية الملعب انا اول مرة اشوف لاعب كرة قدم يمتعك وهو لا يمتلك الكرة بتحركاته في الملعب طريقة التحرك طريقة التعامل مع الدفاعات طريقة التناغم بينه وما بين رودريجو وابراهيم دياز الحقيقة اللاعب ده بيلنجهام لاعب ممتع مجرد تواجده في أرضية الملعب زوء العشرين عاما متعة بلا حدود فنيات خرافية بيلنجهام بكل تأكيد يعطيه شكل ولون وطعم لتشكيلة فريق ريال مدريد الاسباني هذا اللاعب اول موسم له تخيل ان هذا اول موسم له ويقدم هذا الاداء الاستثنائي هو هدف ريال مدريد هو هدف الدوري الاسباني هو هدف ريال مدريد في بطولة دوري ابطال اوروبا هو لاعب قادمة من بروسيا دورتموند نضج بشكل غير عادي بيلنجهام لاعب غير طبيعي بصراحة لاعب لم نرى مثل هذه النوعين من اللاعبين منذ فترة طويلة جدا لاعب بصراحة مكسب عظيم لتشكيلة فريق ريال مدريد ريال مدريد عودنا دائما على انتقاء اللاعبين الاستثنائيين ويذكرنا بالصفقات من العرش السقيل الصفقات العظيمة التي قام بها فريق ريال مدريد وعلى مر العصور يثبت مرة اخرى فريق ريال مدريد انه يجيد انتقاء النوعية الاستثنائية النوعية التي لا تتكرر كثيرا النوعية النادرة من اللاعبين وبالتأكيد بيلنجهام هو واحد من هؤلاء اللاعبين بعض وسائل العلام بدأت تخرج بكلام عن بيلنجهام فيه اللي قالك ان ده ممكن يكون بلوندور ليفل هل ده هو فعلا بلوندور ليفل من جانب بيلنجهام انا ارى ذلك فعلا هو ده مستوى لاعب هو حاصل كأنه حصل على الكرة الزهبية ويمتعنا ونصب السرك تماما لفريق نابولي الايطالي والحقيقة لن الوم لا الوم نابولي الايطالي لماذا الوم نابولي الايطالي فعلوا كل ما بوسعهم من اجل ايقاف بيلنجهام هو لا يمكن ايقافه لا نشعر بغياب فينيسوس جونيور نهاردة وهو لاعب مهم ولاعب قوي قد يتحمل فريق ريال مدريد غياب عدد كبير من اللاعبين المهمين امثال فينيسوس جونيور ورودريجو وابراهيم دياز وغيرهم من اللاعبين والابا كذلك لكن لا اعتقد ان فريق المدريد صريعا يتحمل غياب بيلنجهام عن التشكيلة الاساسية بالذات في المواقف الصعبة في المباريات المهمة بيلنجهام دائما يثبت انه لاعب حاضر في المباريات الحاسمة كان حاضرا في المباريات الزهب عندما فعل الافعيل بدفاع فريق نابولي ويعيد الامر مرة اخرى على ملعب سانتيو برنابيو ليؤكد ان ما يحدث ليس صدفة بيلنجهام ايضا كان حاضرا في المباريات الكلاسيكو الماضية واستطاع ان يقلب الطاولة ويفوز ريال مدريد بفضل بيلنجهام تسديدة خرافية من مسافة بعيدة جدا هدفين عظيمين تحركات جود بيلنجهام اتكلمنا عنها خلف المدفعين تحركات تصر النظرين متعة للعين ان ترى هذا اللاعب يتحرك خلف الدفاعات بهذا الشكل العظيم بنية جسادية ممتازة امكانيات في اللاعب بالقدمين اليسرى واليومنا تسجيل بضربات الرأس مفيش مشاكل هو حاضر بكل الطرق هو جاهز لامتاع جماهي الريال مدريد تحت اي ظروف بالرغم من اداء رودريجو الهائل في هذه المباراة رودريجو عمل مباراة استثنائية لكن طبعاً نقدر نقول ان بيلنجهام هي سيت زبار هاي يعني خلاص خلى الاكسبكتيشنز فيري هاي لدرجة ان اللاعب زي رودريجو قدم اداء خرافي لكن لم يظهر هذا الاداء بسفة وجه بيلنجهام بيلنجهام غطى على اداء رودريجو لماذا؟ لان بيلنجهام لاعب من كوكب اخر ولذلك حصل بيلنجهام على لاعب المباراة رجل المباراة لماذا؟ لماذا وفي حضور رودريجو بهذا الشكل العظيم؟ لان بيلنجهام لاعب من طينا مختلفة تماماً هو لاعب لديه شخصية خاصة به لديه كارزمة خاصة به لديه ستايل خاص به بيلنجهام بكل تأكيد هو لاعب يعطي شكل ولون وطعم لفريق ريال مدريد الحقيقة قمة المتعة يعني ما قدمه بيلنجهام بالأمس شيء يفوق الوصف بالنسبة لفريق نابولي الإيطالي طبعاً أرى أنهم قدموا مباراة عظيمة الحقيقة ولا أتذكر بالتحديد الأهدف التي تسجلها فريق نابولي لكن طبعاً نتذكر ضربة الرأس بتحرك الهائل صناعة الهدف الخرافية من جانب اللاعب ألابة لاعب عظيم شاهدناه مع باير ميونيخ كان لاعب استثنائي ويؤكد ريال مدريد اختياراته العظيمة بأنه جلب ألابة إلى الفريق ليعطي إضافة عظيمة صنع هدف بطريقة استثنائية بالمصطرة والتحرك الفائق من جانب اللاعب جود بيلنجهام داخل منطقة الجزاء بيحط ضربة رأس خرافية ليسجل هدف عالمي في مارما نابولي طبعاً إحصائيات المباراة معبرة عن سيطرة وهيمانة ريال مدريد على ملعبه وسط جماهيره ومعبرة عن أن فريق ريال مدريد وفريق صعب المراس في بطولة دورة أبطال أوروبا 20 تسديدة مقابل 11 تسديدة لنابولي 20 تسديدة لريال مدريد 9 مقابل 3 فقط لنابولي منهم هدفين لنابولي فهذا معدل جيد جداً طبعاً الاستحواز ريال مدريد استحواز 53% مقابل 47% لفريق نابولي الإيطالي دقة التمرير هنا طبعاً كان واضح جداً التقارب 90% لريال مدريد مقابل 88% لنابولي وهذا يعكس المهارة المتواجدة في كلا الفريقين لعبين مهاريين جداً أداء يعتمد على الفنيات أكثر من اعتماده على القوة البدنية والاتحامات والتأفيل الدفاعي ترجمة نانسي قنقر